أنا عندي هذا شوفوا شكت حلو هذا بيفلوس هذا شنو هذا صدقات احنا بالبيت يعني يوميا نخلي صدقة من هذا فين لما يمتلئ نسلمه للأخوة هالمرة راح نسلمه لأحمد الحسن نزين هالمرة راح ننطيق له شريطة لازم ان شاء الله هو يسمعنا أي أحد عند اتصال معه من أتباعه من الناس اللي يعرفون كيف يمكن الوصول إليه هو عنده مكاتب أنا سامي عنده مكتب حتى بالنجف الأشرف عندهم أرقام وعندهم قناة فضائية أطباع بالقطيف بعد يلا عادة أن أهل القطيف نضرب بهم مثلا أنهم ناس مثقفين أذكياء بالنسبة لشيعة الخليج ما أقول بالقطيف يعني يروحون يصدقون بهذا الجاهل هذولا يعلموا لغة عربية هذولا يعلموا الدين هم مواحد عامي جاهل ما يعرف كوع من بوعه المهم حتى يبطل السحر مثل ما نقول وينتهي الموضوع نهائيا هذا أنا نفسي ما أدريش قدبي أنا نفسي ما أعرف لأنه ما أقعد أحسب أنا يوميا نخلي باذا وبعدين أقدم للأخوة خلاص صدقات عامة نخلي فهو لازم شي سوي إما هو يتصل أو واحد من طرفه وهذا سهل أرقامنا موجودة خلوا الأرقامهم على الشاشة من الآن يقول بالضبط هذا المبلغ جد وكذلك شنو تفصيله يعني هذا عبارة عن فئات من العملة صحيح فئات لا لا لازم كلها نفس الإمام سلوه عن أشياء يجيب عنها مثله صحيح هذا في فئات يعني أكو فئات ما أدري 20 بنس أكو 5 بنسات أكو ما أدري باوند أكو كذا فئات أكو به صحيح هذه هم لازم يفصلها إلنا إذا قال أنه بالضبط هذا المبلغ كم وبالتفصيل الدقيق نجيب كاميرا هنا نخليها نكبل الموجود في هذه العلبة على الطاولة هنا عدنا على هذا الميز ونحسبها بدقة إذا طلع صحيح هم رح يربح هذه هذه أول نقطة والأعظم من هذا شنو أنه رح يثبت للعالم أجمع أنه إمام وأنه بالفعل ابن الإمام المهدي إذا ما يعرف خليس الأب والإمام المهدي عليه السلام صحيح الإمام المهدي هكذا كان يصنع مع الناس يبين لهم بالضبط كم المبلغ الذي بعثوا به إليه وبالدقة ويربح كذلك أنه هذا المكان شوفوا هذا المكان الضخم كله القلعة الرافضية في لندن ماكو أرض فدك الصغرى وما عليها مسجد المحسن عليه السلام وكل إمكانه كلها رح نسلمه إليه نقول لا تفضل وجمهورنا الواسع هذا الذي يعتقد بنا واللي مولنا بالملايين كذلك هو ما يريد هالملايين كلها رح يؤمن بك أحمد لا تطوف الفرصة خوش فرصة ترى صدقني فرصة ذهبية بس قللنا هذا شقد وشنو تفصيله وعلى الهواء زين أنا أريد من عدكم شنو أنتوا الرافضة الأبرار دق عليه عندنا يومين إلى العيد موه الشكل يومين أريد بهذا اليومين دقوا عليه شوفوا أرقامهم تلفوناتهم سووا إعلانات التحدي الكبير التحدي المزلزل ما أدري شنو هالشكل حتى تقام الحجة دقوا عليه وعلى ما أدري أتباعه وعلى اللي يتكلمون باسمه وتحدوهم وقولوا هذه هي الأرقام وتصلوا وخسووا تصاميم بالإنترنت ونشروها هنزين ولا تقعدون راحة أبدا يومين إلى العيد حتى العيد يصير عيدين إذا فشل إذن لا إمام ولا بطيخ إذا ما استطاع وقال رقم آخر وتفصيل مو دقيق عن هذا الموجود فإذن هذا شنو كلاوتي هذا هذا لا إمام ولا بطيخ وستظل وصمة عار عليه وسينفض عنه أتباعه لأنه تحدي قائم وإحنا المعلوم عندنا أن إمتنا عليهم السلام في مقام التحدي الذي يتوقف عليه الحق أو الباطل مستحيل ينكسون شوف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تحديه بماذا بكثير أشياء قريش تحدته قالوا شق القمر شوفوا شقد شغلة صعبة تعال شق لنا القمر استجاب شق لهم القمر نصارى نجران تحده بالمباهلة استجاب للمباهلة يعني ما ينكس وهذه بالفعل فرصة حلوة يعني هذه لماذا ترفض لماذا لماذا يرفضها الله عز وجل لماذا يرفضها الإمام المعصوم أحمد أحمد الحسن هذا ليش يرفضها لماذا فرصة جيدة وسهلة اتصال واحد على الهواء أرقامنا موجودة خلي الآن يتصلون يقولون يا ببلغنا الإمام أنه هذا هو شون هذا الخادم كان يطلع لهؤلاء هنا قلنا الروايات يطلع الخادم يقول معك كذا بالتفصيل من فلان من فلان وبالتفصيل الدقيق المبلغ يصفه تماما ويطلع كما قال بالضبط إحنا ما نريد نختبره نروح نكتب له كتاب بيخط بالإصبع بدون ماشي اسمه هذه صعبة عليه بس هذه سهلة وهاي شوفها شوف يمكن تقدر تقدرها بالتلفزيون يمكن تقدر تطلع شوف هالشكل باوع من جوانب الثلاث شوف ما دري تتبين لو لا تبين بالشسم يلا شوف صوتها صوتها شوف صوتها طلع قول المبلغ شقد وفضها كل الأمة الشيء رح يصير زلزال زلزال عالمي تر رح يصير الصحف والأخبار وسائل الإعلام أنه شيء معجز غير مسبوق الطلاع على الغيب صار وأنه جاء بالدقة بالضبط ونفس المبلغ وبالتحديد أنه من هاي الفئة هذا القدر ومن هذه الفئة من العملة هذا القدر ومن هذا الفئة من السكة هذه من هذه العملة هذا القدر بالدقة وعندك مجال يومين إلى العيد إلى العيد عندك مجال إحنا موجودين الليلة والليلة المقبلة إن شاء الله تعالى الليلة المقبلة رح تكون ليلة الثلاثين مو فإما إلى الليلة المقبلة عندك مجال وإما إلى ليلة ثالثة إذا ما ثبت يعني إحنا حتى إلى ليلة العيد إن شاء الله موجودين بإذن الله تعالى فعندك مجال إلى ليلة العيد هم تربح هذا المبلغ هم تربح مبالغ ضخمة لمولونا ومشاريعنا بالملايين كلها راح تروح إليك وراح يصير إليك أول مركز في بريطانيا بعد الشتريد هذا كله نسلمه إليك كله إليك روح أخذه والناس يؤمنون بك ويبين بالفعل أنت إمام وأنت ابن الإمام واليماني والما أدري السفير والحجر الأسود لأنه يقول أنا أهم الحجر الأسود وأنا اللي فديت عيسى المسيح عليه السلام وأنا ما أدري الأول المهديين وأنا ابن الإمام وأنا اليماني وأنا بتاع كله كله ببعضه عرفتش لون؟ يلا هذا الآن موجود طينة قل لنا شقد يصير هاي بسيطة موشكل